بالنسبة لأخبار اللي هتحصل النهاردة ففيه النهاردة كلية الشرطة هتبدأ تلقي طلبات الراغبين في الالتحاق بصفوف الكلية والتقديم فيها زي معنات وزارة الداخلية حيكون تقديم إلكتروني عبر موقع الوزارة على الانترنت كمان النهاردة فيه عروض مصرحية مهمة ضمن مهرجان نقابة المهن التمثيلية كمان حيكون النهاردة فيه ثلاث مباريات قوية في الجولة التساعة والعشرين من الدوري المصري الممكز لكرة القدر بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة فكلية الشرطة هتبدأ تلقي طلبات الراغبين في الالتحاق بالكلية من الحاصلين على السنوية العامة السندي التقديم هيكون إلكتروني عبر موقع وزارة الداخلية كمان النهاردة هتنطلق فعليات معسكر أبي بكر الصديق التثقيفي بالإسكندرية والله يستضيف أربعين طالب من الطلاب الوافدين الدارسين بالأزهر الشريف من مختلف دول العالم وده في إطار الدور الريادي المصر في نشر الفكر الوسطي المستمير في مختلف دول العالم النهاردة هيشهد مسرح النهار العرض المسرح الغنائي الخيار ضمن مهرجان نقابة المهن التمثيلية مسرح الجماهير العرض من إخراج مصطفى عبد السلام لعشاء الدوري المصري موعدهم النهاردة مع ثلاث مباريات قوية في إطار الجولة 29 من عمر المسابقة هيلتقي فريق سموحة مع سيراميكا كيلو باترا الساعة 6 ونص بالليل وفي نفس التوقيت هيلتقي إسترين كامبني مع أمبي والساعة 9 بالليل هيلتقي المصري مع طلائع الجيش ترجمة نانسي قنقر